الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الرحمة المهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم ثم أما بعد مرحبا بك ابني ومرحبا بك ابنتي مرحبا بكم جميعا أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وتحديدا في مقرر التوحيد اليوم بإذن الله عز وجل نستأنف الحديث الوحدة الأولى والتي جاءت بعنوان ماذا يا أبناء من يذكرنا أحسنتم لإيمان بالقضاء والقدر أو القضاء والقدر أحسنتم بارك الله فيكم وسوف نتحدث اليوم أبنائي وبناتي عن عبادة عظيمة جدا 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 أثنى الله سبحانه وتعالى على من اتصف بها وقام بها في آيات كثيرة في القرآن الكريم أبنائي وبناتي عندما يصيب الإنسان مصيبة ما الواجب على الإنسان؟ أحسنتم الواجب عليه أن يصبر وأن يحمد الله سبحانه وتعالى أحسنتم بارك الله فيكم إذن اليوم بإذن الله عز وجل سوف نتحدث كما ترون أمامكم في الشاشة عن الصبر الدرس الثالث الصبر وقبل أن نبدأ أبنائي وبناتي دعونا نتوقف شيئا يسيرا لنتذكر سويا بعض ما أخذناه في الدرس السابق تحدثنا في الدرس السابق عن الحذر من الضلال في القدر أليس كذلك؟ وقد بينا بعض النقاط المتعلقة بهذه المسألة التي كانت في غاية الأهمية وقلنا أبنائي أن إنكار القدر ماذا؟ ما حكم إنكار القدر؟ أحسنتم كفر لماذا؟ ما السبب؟ قلنا علّل أذكر السبب لماذا؟ لما تضمنه من تكذيب الكتاب والسنة أحسنتم وأيضا مما ذكرناه في الدرس السابق قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال في القدر أليس كذلك؟ وقد ذكرنا الدليل على هذا وأيضا مما ذكرناه في الدرس السابق قلنا بأنه لا يصح الاحتجاج بالقدر في ترك ما أمر الله به أو فعل ما نهى الله عنه لماذا؟ من يذكرنا بالسبب؟ ممتاز لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا طريق الخير والشر وأمرنا بفعل الخير والابتعاد عن الشر أحسنتم بارك الله فيكم وكذلك قلنا أن الحكمة أو سبب النهي عن الجدال في القدر واحد أن السلامة في التسليم لله تعالى وكذلك أن العقول قد يقصر ماذا أحسنتم الأفهام تختلف وقد يقصر فهم بعض العقول على الحكم والأمور التي تحدث في القدر ولذلك نهينا عن الجدال في القدر ننتقل الآن للأهداف أبنائي وبناتي من أهداف درسنا لهذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أن نتعرف على معنى الصبر نعم ما معنى الصبر؟ نسمع هذه الكلمة كثيرا فما معنى الصبر؟ نريد أن نتعرف على ذلك في درسنا بإذن الله عز وجل هذا اليوم وكذلك من أهداف درسنا أبنائي وبناتي أن نعرف حكم الصبر ما حكم الصبر؟ هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ طيب نريد أن نعرف هذا أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا لهذا اليوم وكذلك أن نذكر الأدلة على هذا الحكم إذن أبنائي وبناتي من أهداف درسنا أيضا أن نفهم الحكمة من وجود الصبر أن نفهم الحكمة من وجود الصبر طيب بعد ذلك أبنائي وبناتي ننتقل سويا لتعريف الصبر الصبر هو حبس النفس عن محارم الله لاحظوا لدينا بهذا التعريف عدة جمل فننتبه لها جيدا حبس النفس عن محارم الله هذه الجملة ماذا؟ الأولى ثم وحبسها على فرائضه سنأتي بإذن الله عز وجل لشرح ذلك لكن دعونا الآن نقرأ التعريف سويا الجملة الثالثة وحبسها عن التسخط راحظوا هذه الكلمة التسخط والشكاية لأقداره إذن لدينا ثلاث جمل هذه الجمل تكون معنى الصبر تكون معنى الصبر لاحظوا حبس النفس عن محارم الله لاحظوا قلنا ماذا؟ عن حبس النفس عن محارم الله أليس كذلك؟ ثم قلنا وحبسها 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 على على فرائضه وكذلك حبسها عن إذن هذه يا أبنائي الثلاث جمل تكون معنى الصبر فماذا تعني هذه الجمل الثلاث؟ ما معنى هذه الجمل الثلاث؟ دعونا نتعرف سويا على هذا المعنى وسنأخذ بإذن الله عز وجل في هذا ذكر أنواع الصبر الأول الصبر على طاعة الله مثل الصيام والحج وغيرهما كيف الصبر على طاعة الله؟ أحسنتم هذه العبادات يا أبنائي العظيمة الجليلة لابد أن نصبر عليها فنداوم عليها ونقوم بها حق القيام وهذا يا أبنائي النوع الأول متعلق بأي جملة؟ أحسنتم النوع الأول بارك الله فيكم متعلق بهذه الجملة ممتاز طيب النوع الثاني الصبر عن المعصية الصبر عن المعصية مثال ذلك الصبر عن كل معصية تشتهيها النفس يا أبنائي ليس كذلك؟ ما معنى هذا الكلام؟ أحسنتم أي أن نبتعد عن المعاصي وأن نتجنب المعاصي طيب هذا النوع الثاني متعلق بأي جملة ويوضح أي جملة من جمل التعريف؟ أحسنتم بارك الله فيكم في هذه الجملة التي قلنا أنها الجملة الأولى ممتاز طيب نوع الثالث الصبر على أقدار الله والمراد به حبس النفس عن الجزاء وحبس اللسان عن التسخط والتشكي وحبس الجوارح عن أي فعل يظهر التسخط مثل لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك يا أبنائي وهذا متعلق بأي جملة في التعريف؟ ممتاز بارك الله فيكم أبنائي وبناتي متعلق بهذه الجملة التي تبدأ من هنا أحسنتم بارك الله فيكم إذن هذا هو تعريف الصبر أبنائي وبناتي هذا هو تعريف الصبر أبنائي وبناتي وهذه هي أنواع الصبر طيب من يعيد لنا التعريف؟ جميل قلنا ثلاث جمل ممتاز أحسنتم هذه الثانية ممتاز وهذه الثالثة أحسنتم وبناء عليها لدينا كم نوع؟ ممتاز لدينا ثلاثة أنواع ما النوع الأول من أنواع الصبر؟ أحسنتم الصبر على الفرائض مثل ماذا؟ أداء العبادات والمداومة عليها والقيام بها حق القيام ممتاز طيب النوع الثاني؟ ممتاز الصبر عن المحرمات مثل ماذا؟ أحسنتم أن نبتعد ونتجنب كل المحرمات والمعاصر ممتاز طيب الثالث الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى نصبر ونحتسب ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما قضى وقدر ممتاز أبنائي بارك الله فيكم طيب بناء على ما أخذناه ما حكم الصبر يا أبنائي؟ ممتاز بارك الله فيكم نقول الصبر واجب إذن لو سئلنا ما حكم الصبر ماذا نجيب؟ ممتاز نقول الصبر واجب طيب ماذا الأدلة على ذلك؟ الأدلة كثيرة وكما ذكرت لكم في بداية درسنا أبنائي وابناتي لهذا اليوم فالأدلة الواردة في الثناء على الصابرين وعظيم فضل الصبر كثيرة في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون لا سمعتم اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم طيب نستعرض بعض الأدلة على ما ذكرناه في حكم الصبر في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا الدليل من الأدلة على ماذا؟ أحسنتم على أن الصبر واجب الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصبر وكذلك الحديث الآخر أو الدليل الآخر وهو حديث إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبل وهي تبكي لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المرأة وهي عند قبل وكانت تبكي فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم فقال اتق الله واصبري أحظتم أبنائي؟ توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة وهو توجيه لكل الأمة من بعدها اتق الله واصبري وهذا يدل على ماذا أبنائي؟ أحسنتم يدل على أن الصبر واجب ممتاز بارك الله فيكم أبنائي وبناتي طيب من هذه الفقرة دعونا ننتقل لفقرة في غايج الأهمية قد يسأل سائل ويقول يا أستاذ لكن الإنسان قد تعتريه ببعض الأحيان بعض المصائب فيبكي فهل هذا البكاء محرم؟ وهل ينافي الصبر؟ أم أن البكاء لا ينافي الصبر؟ قبل أن نجيب أبنائي أريد أن أسمع منكم الإجابة هل البكاء ضد الصبر؟ أم أن الإنسان لا بأس له ويباع له أن يبكي لكن من دون تسخط وجزع وشق للجيوب ولطم للخدود وغير ذلك؟ كما رأيكم أبنائي؟ ها أريد أن أسمع منكم الإجابات جيد جميل جميل وأيضا طيب أحسنتم دعونا نجيب على هذا السؤال المهم نقول يا أبنائي البكاء عند المصائب ماذا؟ جائز ولا ينافي الصبر ولا الرضا بقضاء الله أرأيتم يا أبنائي؟ إذن البكاء عند المصائب جائز يجوز ولا ينافي الصبر ولا الرضا لكن المحرم يا أبنائي ماذا؟ هو التسخط والعويل ورفع الصوت وغير ذلك يا أبنائي مما يدل على عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى ما الدليل على هذا؟ والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ولده إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه ما معنى يجود بنفسه؟ ما معنى يجود بنفسه أبنائي؟ أي في وقت الاحتضار وهو يحتضر طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لا محزونون رأيتم؟ الشاهد إن العين تدمع فيجوز أن يبكي الإنسان عند حول بعض المصائب لكن ينتبه من رفع الصوت والتسخط والاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور التي تدل على حدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره طيب الحكمة من وجوب الصبر شرع الله الصبر على المصيبة لحكم عديدة منها التأدب مع الله تعالى في قضائه وقدره فإن كل ما يصيب الإنسان لم يكن ليخطئه وقد ذكرنا ذلك في الدرس الأول كل ما يصيب الإنسان فهو بقضاء الله وقدره فطب نفسا أيها الإنسان بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك وارض بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك طيب الدليل يا أبنائي قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لاحظوا إلا في كتاب قلنا يا أبنائي في الدرس الأول أن الله كتب المقادير في أي كتاب أحسنتم في اللوح المحفوظ ممتاز بارك الله فيكم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ممتاز من قبل أن نبرأها أي نخلق الخلق وهذا ذكرناه أبنائي في الدرس الأول أتذكرون أحسنتم طيب أيضا من الحكم من حكم وجوب الصبر لأن الصبر يا أبنائي يؤدي لقوة العزيمة وحسن التعامل مع المصيبة والسعي في تلافيها ويعجل بالفرج نعم يا أبنائي هذا من الحكم التي من أجلها كان الصبر واجبا طيب ما نتائج الصبر يا أبنائي قلنا بأن الله عز وجل أعد للصابرين من الأجور العظيمة والكثيرة جدا دعونا نذكر بعضها هذه لاحظوا يا أبنائي من الفضائل الكثيرة للصبر وللصابرين حصول رحمة الله سبحانه وتعالى وهدايته للصابرين قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رأيتم يا أبنائي فضائل حظيمة صلوات من ربهم ورحمة وهم مهتدون أيضا يا أبنائي من نتائج الصبر أن الذي يصبر الصابرون يا أبنائي يوفون أجرهم بغير حساب قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني يؤجرون بلا عدد ولا تقدير أجر وفضل عظيم للصابرين لذلك يا أبنائي نصبر يأتي الإنسان ما يأتيه وهذه الدنيا هذه حالها لا بد من الصبر الصبر وأن نعود أنفسنا على الصبر وقال صلى الله عليه وسلم ما أعطي لأحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر اللهم صلي وسلم على نبينا محمد نأتي الآن للنشاط وفي هذا النشاط أذكر مثالين للصبر على الطاعات ومثالين للصبر عن المعاصي هذا النشاط أبنائي وبناتي أتركه بين أيديكم وأنتم بإذن الله سبحانه وتعالى أهل لإجابته بناء على ما أخذناه في بداية درسنا لهذا اليوم طيب ما الذي يعين على الصبر أبنائي وبناتي الوسائل التي تعين على الصبر كثيرة منها معرفة أن المصيبة من علامات إرادة الله الخير بالعبد المسلم نعم يا أبنائي الذي يصاب بمصيبة هي علامة خير بإذن الله سبحانه وتعالى لماذا؟ كيف يكون ذلك؟ قد يسأل سائل يا أستاذ المصيبة من علامات الخير بالعبد نعم لأن المصائب تكفر الذنوب إذا صبر الإنسان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى لاحظوا يا أبنائي حتى الشوكة يشاكها حتى الشوكة يشاكها لاحظوا إلا كفر الله بها من خطاياه لاحظتم يا أبنائي حتى الشوكة هذه الشوكة اليسيرة إذا صبر العبد واحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يكفر بها من خطاياه كذلك استصغار المصيبة بالنسبة لغيرها لأن ما من مصيبة يا أبنائي إلا وهناك ما هو أكبر منها فدائما الإنسان يهون على نفسه بهذه الأمور وكذلك أن المصيبة لم تكن في الدين فمهما يا أبنائي ابتلي الإنسان بالمصائب إلا أن الدين دينه محفوظ ولم يصب فيه بمصيبة فإن ذلك من أعظم الأمور فليحمد الله ألم يصبه في دينه كتوحيده وطاعته لربه جل وعلا واستقامته على دينه نأتي الآن للنشاط الثاني قال شريح إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات لاحظوا كيف ذلك؟ أحمد الله أو أحمد إذ لم يكن أعظم منها وأحمد إذ رزقني الصبر عليها وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب وأحمد إذ لم يجعلها إذ لم يجعلها في ديني أي أحمد الله سبحانه وتعالى عليها لاحظ وهو يحمد الله سبحانه وتعالى أربع مرات أثر عظيم يا أبنائي أكتبوا مع مجموعة بعض الآثار المترتبة على حمد الله عند المصائب مستفيدا من قوي شريح رحمه الله هذا النشاط وأبنائي وبناتي تركوه بين أيديكم فليجب الطلاب في مدارسهم مع معلميهم الأفاضل وكذلك الطالبات مع المعلمات الفاضلات ننتقل الآن للتقويم وبه نختم درسنا لهذا اليوم السؤال الأول وضح أخسام الصبر السؤال الثاني أذكر بعض نتائج الصبر الوالدة في القرآن والسنة السؤال الثالث ما حكم الجزع والتسخط عند المصيبة ولماذا هذه الأسئلة يا أبنائي أضعها بين أيديكم وأنتم بإذن الله عز وجل أهل لإجابتها أما نحن فإننا في هذه اللحظات نكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم ألتقيكم بحول الله عز وجل في درس آخر قريب دمتم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته